تحركات كبيرة تقوم بها الحكومة لتعزيز وبسط سيطرتها على الجانب الامن في المحافظات المحررة فمنذ عودتها الاخيرة قبل ايام عقدت الحكومة العديد من الاجتماعات مع قيادات السلطة المحلية في المناطق المحررة والتي ناقشت في اغلبها الجوانب الامنية والاجراءات التي اتخذت في هذا الجانب مصادر اعلامية افادت ان ترتيبات تجري بين وزارة الداخلية اليمنية والجانب القطري لاطلاق جهاز امني داخليا في المحافظات المحررة خلال الفترة المقبلة بدعم لوجستيا من دولة قطر وكانت الحكومة قد جوبهت بموجة من الانتقادات نتيجة الاختلالات الامنية في المدن المحررة وبالاخص في العاصمة المؤقتة عدن التي استفحلت فيها الهجمات الارهابية في الفترة الاخيرة هذا ويتوقع ان تسهم عمليات استثباب الامن في دعم الجانب التفاوضي للشرعية امام المجتمع الدولي الذي اتهم البعض منه الشرعية بفقدان السيطرة وهو الامر الذي يفسر التحركات الاخيرة للحكومة بالسعي لاثبات الوجود والفاعلية على الارض اشتركوا في القناة